كومنت والمشاركات بتاعة المتابعين لك وحوالينك هدتك دافع إنك تشتغل تجربة تانية؟ كانت هدتني دافع كبير شفت إنه صراحة إنه يعني كونه في ناس بتحفزك كان شي جميل صراحة رفعت الفيديو اللي عندي للأهل برضو كان في دافع كبير كان في دافع كويس فأنا قلت إنه صراحة أنا هنا هنا مكانك يا محمد شفت البداية كانت إنه أنا مثلا أعمل فيديو وأنا قاعد في البيت بعدها بفترة حاولت إني خلاص أبدأ أتعمق في كوني أني أبحث عن الموضوع أمنوا أنت يعني كونك تكون بتمتلك مصطلحات علمية في المجال ده شي كويس لك في الميكر عامة يعني في صناعة الأفلام حلو كنت أبحث وبتفرج وصادفت ناس بيشتغلوا في المجال ناس أكبر مني سواء مخرجين سواء مصورين فحسيت إن أنا ما يقول لي للحاجة دي وأنا يعني مستعد أعملها أي حاجة عشان أنا أتعلم عرفتك كيف فشتغلت جيت في محيط عمل خلاص اشتغلت كانت أول أجر اللي أنا أستلمها كانت خمسين ريال خلاص أول أجر أنا لما أخذتها خمسين ريال دي أنا كنت شايفة حاجة عظيمة عندما أنا عملتها بجهد أكيدة يا محمد خلاص الحمد لله حاليا في نفس المكان اللي أنا أشتغل فيه ده أنا ماسك الماركتنج الخاص بالشركة وقاعد أسوق في السوشال ميديا وقاعد أصور وقاعد أخرج قاعد أجيب أفكار إعلانات فجيت قاعدت مع نفسي فترة من فترات قلتها يعني كيف أن الواحد بعرف نفسه نجح أو هو قاعد يتطور ولا لا تعال شوف فترة وعملك في فترة اللي أنت فيها حاليا إذا شفت أن في تطور أنا أنت ماشي كويس إذن جهدك أول حاجة اللي أنت بتتابعها أول شيء اللي أنت بتحبه وقاعد مجرد ما أنت تسعى عشان أنت تحقق حاجة قاعد تلقى الناتج فدل حاجة اللي خلتني أنا أستمر يعني